شوف قناة نسمة كما عهدناها مش بشترع كما عهدناها اللي بشترع هي قناة جديدة شركة جديدة وضع كامل جديد لأنه قناة نسمة هي قناة قامت بأدوار فهمتي سيئة جدا في المرحلة السابقة لعبت دور فهمتي في تخريب المصاري الديموقراطي برمته تحالفات سياسية تحولت إلى خلية حزب اخترقت قوانين الانتخابية قامت بالدعاية السياسية بينما زملاء صاحبها اللي هو نبيل القروي كانوا ممنوعين من ذلك وكان ثم استقوى بأجهزة الدول على الهيئة بشي ما يتمش تنفيذ قرارات الهيئة يعني هذا اللي صار في قناة نسمة وبالتالي قناة كما قناة نسمة يعني طريقة اللي كانت تدار بيها والناس اللي في وسطها اللي هما منتهمين حزبين من تنجمش تكون فهمتي في المستقبل إذا بالفعل يعني نحبه على قناة تعظه من التجربة القديمة ونبنو تجربة جديدة رئيس مجلس الهيئة الأولية المستقلة الاتصال السماعي البصري نوري اللاجمي زميلك تحدث على أنه هناك إمكانية لرخصة وقتية لقناة نسمة ولكن بشروط كيفش مشتم العملية؟ لا هو أشوف يعني الشركة الساعة القديمة شركة معقدة جدا ولازمها يعني لوجيستيك ولازمها خبراء ولازمها بشي يعرفوا شنو كان يصير في الشركة القديمة هذه وبالتالي الساعة قبل كل شيء اللي أخذت الزاوية اللي أخذت منها الهاي كاب معالجة موضوع نسمة هو عكس ما يتم تضليل الرأي العام هو زاوية العمل والموظفين والصحفيين في القناة الجانب الاجتماعي لو لا الجانب الاجتماعي لو الناس اللي يخدموا في القناة هذه مستحيل أن الهيئة تراجع نفسها في قرارها فيما يتعلق بقناة نسمة مستحيل بالتالي أول شرط الساعة تعمل أنه هو يتم إدماج جميع العمل والموظفين والصحفيين في الشركة الجديدة لأنه تم إنشاء شركة جديدة النسب الأغلبية النسب فيها التارق بن عمار ما فيهاش لغازي ولا نبيل القروي ولا أي شخص يمرس في العمل الحزبي ما فيهاش نهائين تم تنظيفها الساعة من ناحية هذه من ناحية الأخرى أنه تم التزامات للقناة الجديدة هذه تجاه الهيكا بشي تم يعني وضع أجندة زمانية لتنفيذ هذه الالتزامات وبالتالي يكون عندها يعني إجازة استثنائية مؤقتة قدش مدت؟ عدة أشهر ربما تكون لآخر السنة ربما أقل ولكن لن تتجاوز هذه السنة هذا بالتأكيد ما تتجاوزش عشرة أشهر فمسألة التسمية كان ثم خلاف حول مسألة التسمية خلاف مع المدير العام للقناة أم داخل الهيكا لا لا ثم خلاف مع المدير العام شوف داخل الهيكا دائما ثم خلافات دائما ثم خلافات ولكن أنت تعرفه قريب يعني تعرف الهيكا من الداخل عمرها الخلافات هذه أثرت على مسار الهيكا يعني ثم قراءات مختلفة في نهاية المطاف نحن نصله نحله الإشكاليات حتى في أقصى الحالات نصله نحله حتى بالتصويت وهذاك عليش أنا نقول للناس ما تعاولوش على الاختلافات اللي موجودة في داخل الهيكا ولكن ثم يعني المتفق عليه في الهيكا هو القطع نهائيا مع الشركة القديمة أنه مثلا مش حتى علاقة وأنه هذه القناة هي جديدة باسم جديدا بنفس الاسم لأنه فما نقطة خلافية في هذا الجانب يقول لك بأي معنى أنت فما رأس ميل رمزي بنيتو لسنوات اسمه قناة نسمة قناة العائلة أنت اليوم تشرت عليه وأنا نبدل اسم القناة شوف هو ساعة قبل حكاية تشرت عليها أن نشرت عليك لأنه ما هيش هو وقت اللي أنت بستخذ إيجازة في ظروف عادية هو ثم نوع من الإذعان في الهيئة التعدلية نحكي في العالم عندهم كرسات شروط يقول لك هاي الشروط متاعي إذا أنت تستجيب للشروط هذي مثلا ماشي واحد يقول لك عدلي البند هذي في كرسات شروط وخليني ندخل لفهمتي أن تعطيني إيجازة لا هو موجود قدام كرسات شروط يجب تمضي عليه وكل الموجودين في توس أمضعوا عليه نفس الشي في هذه الاتفاقية ولكن نحن نحاولوا أنه سيدا ما نخلقوش يعني قناة عرجاء أنها ما تنجمش تقدم كلامك صحيح وذلك علاج ربما يكون ثم اسم مركب موجود فيه نسمة ولكن فيه جزء ثاني من الاسم هذي وهذي من الحلول اللي ربما في مدينة تواصلها هل تكون اسمه بلوس مثلا؟ لا تنجم يكون المهم اسم مركب ولا نسمة تونس تنجم 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 أما المهم بش يكون ثم اسم مركب مش شرط مش حف هذا الاشترطته هشامس نوسي دائما ننقل في رواية الضفة المقابلة الطرفة الآخر اللي هو غايف في هذا الحوار البعض يحلل مثلا يقولك وكأنه الملف تحول إلى ملف سياسي لأنه قناة نسمة في نهاية الأمر هي في الأصل محسوبة على نبيل القروي وخوه غازي القروي نبيل القروي خصم سياسي لقيس سعيد اليوم والهيكا ربما تخشى من اتخاذ موقف ما في هذا الاتجاه قد يغضب الرئيس قيس سعيد تشوف الهيكا ربما علاقتها مع رئيس قيس سعيد قبل 25 جويل كانت أقوم بعد 25 جويل كيفش؟ لأنه قبل 25 جويل وقت تم الاستقواء نبيل القروي وقناة الزيتونة عن طريق قراشد القنوش وقت تم الاستقواء وتم الاستحواذ على أجهزة الدولة الهيئة تواجهت إلى رئاسة الجمهورية وكانت متواجهة إلى المجلس الأمن القوم وبش تعرض عليهم المشكلة لأنه تم استقواء حقيقي وفعلي يعني حتى القانون اللي كان يمكن أن نقسوا به الهيئة وتستلم هيئة جديدة للمهام متاعها سحبوا المشيشي في أخر لحظة بش يعطي مجال للمبادرة هذه متاعها مخلوف فكان متواء عملياً علاقة ما هيش وطيدة مع رئاسة الجمهورية ومع الحكومة مع الأسف نحن ماذا بينا ثم تنسيق أكثر وثم ملفات لازم يكون للهيئة عندها فيها رأي إلى حد الآن نحن نحسوا أنه الهيئة ما عندهاش رأي في الأشياء هذه واللي نحب نقوله إذا نحن عبرنا لأنه نحن اكتوينا بالاستحواذ على أجهزة الدولة وبالاستقواء على الهيئات وعلى مؤسسات الدولة بالأجهزة الحزبية وتحديدا ابن نبيل القروي وتحديدا براشد الغنوشي يعني عمله اللي ما يتعملش في الجانب هذاء ولكن هذا لا يبرر أنه نخليه المؤسسات تخدم وأنه نعطيهها المجال وأنه الاختصاص متاع المؤسسات بيتمش التعصف في حقه خاصة أنه الهيئة كانت من الهيئات القليلة وانتي تعرف هذا اللي عبرت على رأيها واللي عبرت أنه الانتخابات لم تكن نازيها واللي قالت في مجلس النواب راه وثم استحواذ لك لم نقول فيها أنا تو الله لو ما قلناش نحن قبل 25 جويل لو ما قلناش مستحين نقوله تو لأنه سوف يكون من الجبن أنك تحكي في ديكالي يعني على الحدث ولكن هذي كل حكيناه وبالتالي اليوم أنه نصف ما ترجع قراءة تابعة للهايكام محظة نابعة من قناعاتها لا سبيل إليه إلى عودة التمكين في وسائل الإعلام لأنه الناس كل تعرف أنه تم التمكين وتم فهمتي ضخ أموال للعديد من وسائل الإعلام وأموال حتى ما أتاها جاي من برع ونحن إلى حد الآن نطالبه بالكشف عن المسطور ولكن في ذات الوقت هذا ما لازمش يمس من حرية التعبير من تنوع وتعدد وسائل الإعلام وتعدد وتنوع وسائل الإعلام بالتأكيد هو يزعج أين كان في السلطة أين كان أعتد ديمقراطيين تلقاه منزعج من تعدد وسائل الإعلام ولكن هذه ثقافة ودربة أنا متأكد أنه مع الوقت بش تخلي أثر فهمتي في الحياة السياسية وفي الممارسة السياسية في بلادنا الشامس سنسي عوضو الهايكة ونرشح نحكيه على النقطة المتعلقة بالتعددية بدور الإعلام في المرحلة الراهنة بواقع الحريات الأعلامية اليوم لأنه نقاط استفهام عديدة تطرح في هذا المجال حتى نغلق القوس المتعلق بملف قناة نسمة أكدت أنه سيكون هناك اتفاقية استثنائية مؤقتة لعودة هذه القناة تحت اسم قد يكون مركب نسمة وحاجة أخرى لن يكون هناك تخلي تام على اسم قناة نسمة بشروط الهايكة اللي هي تقول وأنها شروط قانونية متى سيتم هذا؟ سيتم إذا اتفقنا نهائيا سوف يتم في القريب العاجل هذا الأسبوع نحن الهيئة سوف تحاول كيفاش على الأقل أنه نسمة تخلط لشهر رمضان على الأقل تحذرش حاجة وربما يكونش يعني شوف اللي قاعد نحس فيه اليوم من النقاشات ثم شراكة حقيقية فعلية ثم اعتراف بأنه السياسة وفلسفة القناة السابقة كانت خاطئة من ناس كانوا عندهم أتعلم به المدير العام للقناة هذا؟ تم طبعا ثم إقرار وأنه ثم إقرار أنه هما أصلا عندهم رغبة يقولك في القطع نهائيا مع الممارسات القديمة هما يقولك أنا لو أنت تقولي أرجع كيف ما كنت أنا رافض أني نرجعك كيف ما كنت لأنه كنا في سياق غلط هذا يقولوا فيه يعني ومسجل عنا ممسجل يعني مش واحد